هذا الزل ما يحتوي صدق صدق حكومتكم من 2013 لحد الان ما مقع امر ديوان المتقاعدين هس احنا حتى نطلع الحياة من الزاغور نشوف العلة يم مكتب رئيس الوزراء نشوف العلة يم تقاعد ديالة بشرفكم مواطن ام قدم على التقاعد من 2007 هو قاعد يسولف ويا نجم الرباعي من نهاية 2022 قدي بما تبقى بالوقت الاخ محمد هادي جار الله حسن التميمي موجود يمكم يا شباب محمد بن الجيش السابق يقول رفاة معاملة الحالة على التقاعد من سنة 2007 وهي المعاملة الى سنة 2013 ولحد الان يمن يصدر امر ديواني يحلني على التقاعد راجعت اكثر مئة مرة والجواب الوحيد اللي حصلته اقعد بالبيت واحنا نخابرك من يصدر الامر والله من ليت من الانتظار استاذ العزيز ان شاء الله اناجدك وحلفك بالله انتقف معي لين خلص عمري وانا انتظر اخاف واموت وجهالي معاتهم راتب والله قاعد ايجار واشتغل عامل ب15 الف بليوم زين محمد شونك اخلا عين استاذ شونك عمري انت من يا محافظة يا محمد نديالة استاذ نديالة من الالفين وسبعة للالفين وثلتاش الجماعة ديالة قال لك اقعد بالبيت ونخابرك ايو والله العظيم استاذ مكتب جمعية محاربين محافظة نعم استاذ زين من الفين وسبعة لالفين وثلتاش تم سنة ست سنوات اه ست سنوات زين ست سنوات ماكو رصيد ما اشتغال رحت لهم خلال هاي ست سنوات والله استاذ لحد يومي هذا لحد الالفين وثلتين وعشرين انا يا راجع يعني مو بس لالفين وثلتاش نعم والله العظيم اي العفو استاذ فضل اي وياك اي استاذ والله العظيم يعني انا والله مليت بالقرآن المليت زين شي يقولونك بعملتك بيها نقص اخ محمد لا والله استاذ كنا قصمة بيها لانا انا الاف استاذ انا من الجيش السابق عندي دفتر خدمة وعندي هوية اصدقاء وعندي قرار مية وسبعة عشر والله ولا غايب ولا هارب ولا ابد اي شي يقول لابو ديالة ابو ديالة من تروح له قد قل له ري التقادي اي شي يقول لك يقول لك ما يقول لحدنا ما صادر امر ديواني بيكم من يصدر احنا خابرك اعطينا رقم تليفونك يا ابو امر ديواني من الالفين وسبعة يعني السيد المالكي تسار رئيس او صار رئيس النوب وجه وراح ايدر العبادي وجه عادل عبد المهدي وجه الكاظمي وبعد ما صادر بيكم امر ديواني والله العظيم استاذ تقبل الله العظيم اه يعني كل مرة لحد يعني قبل شهر او شهرين يقول للي معاملتك واقفة على انتو بوجبة 13 والوجبة 13 واقفة لحد الان من 2013 اخر وجبة توقعت من 2013 ما اصل امر ديواني توقع السبب يقول الله نحرف خالي شغلة يام رئيس الوزراء يا مكتب المتابعة بمكتب رئيس الوزراء هذا الزل ما يحدث صدق صدق حكومتكم من 2013 لحد الان ما مقع امر ديواني للمتقاعدين هس احنا حتى نطلع الحياة من الزاغور نشوف العلة يام مكتب رئيس الوزراء نشوف العلة يام التقاعد ديالة بشرفكم مواطن امقدم على التقاعد من 2007 وقاعد يسولف ويا نجم الرباعي من نهاية 2022 يروح للدارة المسؤولة يقول له ماكو امر ديواني ابو ديالة يصخم مكتب رئيس الوزراء ومكتب رئيس الوزراء احنا الان يا مكتب متابعة شؤون المواطنين حتى هو رئيس الوزراء الله يعينه بس كوستاف جواه يشتغل المفروض انه هذا المواطن الدزون عليه باتشر لان ديالة يتهم مكتب رئيس الوزراء ورئيس الوزراء انه ما يوقعون ما توقعون امر ديواني حتى رب ماعدكم يعني من 2007 للـ 2022 مواطن مقدم على تقاعد ما يأخذ غير تفهمونه من اللي بمكتب متابعة السيد الرئيس التسلو علينا حتى نطيكم تليفون هذا المواطن او تتكرمون علينا احدا منكم يقول يا بي ترى هذا المواطن صدق او هذا المواطن شذاب او بتقاعد ديالة شذاب ونحن الصداقين او اكو امر ديواني ما ما اقول الناس تبقى الناس تصرخ سمعتوا بحياتكم مواطن باي دولة بالعالم اخ مستعد سنة ما يأخذ تقاعد ليه شواز قد خدمته حتى قد يكون المواطن عنده نقص بس النقص ما يستمر اخ مستعد سنة هم ينبهونه يعني هذا مو شغل دولة هذا مو شغل دولة هذا هذا شغل معلمتشارية مستعد سنة ما يأخذ تقاعده فاللي يرجوه من الاخوة مكتب متابعة رئيس الوزراء المحترمين السيد المبجل مدير تقاعد دياله الاخوان المسؤولين افتونا يرحمكم الله هذا اللحق له ما لحق زيذا اذا يشتغل اذا يشتغل اذا يشتغل 25 سنة يالله يتقاعد و 15 سنة يراجع هو اشتغل عمره 30 تاسيسه وبتقاعد ومن يموت يرجع للدولة